اشتركوا في القناة 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 ما هيكون هو كمان وبالتالي هنا احنا عاوزين حاجة موجودة في الميكراسكوب الالكتروني مش موجودة فيه في الميكراسكوب الضوئي وبالتالي الكلام دا بالنسبة لنا غلط احنا عارفين طبعاً اللي هو الميكراسكوب الالكتروني بيكبر الحاجة لحوالي مليون مرة لان هنا طول الموجب بتاعه قصير عندي هنا ميكراسكوب اللي هو الضوئي بيكبر الحاجة لحوالي كم 1500 مرة رقم به القدرة على رؤية اللي هي الاعراف بالميكراسكوب الالكتروني ايه رأيكم طبعاً داية اللي هي الاعراف زي ما احنا عارفين اللي هي الميكراسكوب الالكتروني طبعاً ديات من ضن اللي هي عبديات اللي هي الخلية وبالتالي هنا دي بتميز مين هتميز اللي هو الميكراسكوب الالكتروني هنا الميكراسكوب الضوئي مقدرش يشوف الكلام ده وبالتالي هنا نختار الاختيار ده احنا عارفين طبعا ميكروسكوب الالكترون للسائلين قوة تكبيره كان مليون مرة فبالتالي يقدر ايه يشوف العديات والتركيب الداخلية بتاع مين بتاعتي اللي هي العديات الرقم جين удد تبقى القدر على رؤية الجدار الاخيال والخلاية الاختيار ason Private S retrouve ميكروسكوب الالكتروني وكمان عن طريقي المين الاكليسكوب الضوئي فاته تا wie مافحش اختارها القدرة على رؤية مين النواة في خلية اللي هي الأميبة رؤية مين النواة طب ما احنا عارفين النواة هنقدر نشوفها عن طريق مردق اللي هو ميكروسكوب مين اللي هو ايه الضوئي وبالتالي دي تنوعه ما اتضارش اقول انها ديات ميزة بالنسبة مين للميكروسكوب ايه الالكتروني يبقى الصحة كده اللي هو رقم مين رقم بي اي الاشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين عدد البلاستات الخضراء يبقى هنا مديني عدد اللي هي البلاستاتات الخضراء وكفاءة النبات في القيام بعملية البناء الضوئي نفسنا سؤال هي البلاستات الخضراء ايه المهمة الرئيسية بتاعتها والله المهمة الرئيسية بتاعتها اللي هي القيام بعملية مين البناء الضوئي يعني تحويل اللي هي الطاقة الضوئية لطاقة ايه كيميائية طيب يا طرق ايه العلاقة بينهم الاتنين هل هي علاقة ترضية ولا عكسية ولا متساوية ولا تبدأ تزيد وبعدين تقل طبعا العلاقة بينهم علاقة ايه علاقة ترضية يعني علاقة ترضية يعني كل ما يزداد عدد البلاستيدات الخضراء في النسيج النباتي كل هنا ما يزداد مين كفاية النسيج ده ايه للقيام بمين بعملية مين البناء الضوي طبعا دي علاقة ترضية دي علاقة اقسية ما انفعش اختارها دي تعلاقة سابتة يعني مهما يزيد عدد البلاستيدات هتزبط معي مين عاملية البناء الضوي طبعا الكلام ده غلط هنا طبعا هتزيد معي وبعد كده تبدأ التيل وبعدين تزبط الكلام ده برضك ايه غلط يبس صح بالنسبة لنا رقم الف في احدى التجارب المعملية لدراسة تأثير درجة الحرارة على نشاط احد الانزيمات الجسم قام احد طلاب باضافة الانزيم على مادة التفاعل وقفر الظروف الملائمة لعمل الانزيم ثم قام بتمثيل النتائج التي حصل عليها كما بالشكل البيانة المقابل اي الاشكال البيانية التالية ينتج اذا قام الطالب برفع درجة الحرارة حتى 60 درجة بصورة فجائية نخلى بالنا من كلمة فجائية نبص على الشكل كده هنا درجة الحرارة من 10 لحد 60 عند هنا نشاط الانزيم كل هنا ما بزود درجة الحرارة عمل هنا يزداد معي مين نشاط الانزيم لحد ما اصل لدرجة معينة اللي هي حوالي 30 درجة قدامي وطبعا ديتنا هتمثل مين هتمثل اللي هي الدرجة المثلة لعمل مين لعمل الانزيم طيب دلوقتي بعد ما هنا وصل هنا اللي هي درجة الحرارة الى 30 درجة ماءوية او سلزية تمام او 35 اي اي ان كان المهم الرنج ده ايه اللي يحصل بقى لو انا زودت الحرارة ووصلت لكامل 60 درجة بس بصورة ايه بصورة فجائية طب تعالى الاول ناخدها كده لو هي بصورة اللي هي تدريجية ايه اللي يحصل نبص على شكل رقم بيه كده لو عند هنا درجة الحرارة وليلة عمال زودها هيبدأ ان يزداد معي نشاط الانزيم الى ان تصل الى الدرجة مين المسلى طيب لو انا هنا رفعت اللي هي درجة الحرارة بس بصورة تدريجية هيبدأ يقول لي معي مين نشاط ايه الانزيم تدريجيا الى ان يصل الى السفر تمام؟ ده بالنسبة ايه لو انا برفع الحرارة بصورة تدريجية طب هنا في السؤال بقول لي بصورة مين بصورة فجائية يبقى اللي اختار انا ما انفعش اختاره ده بالنسبة لي غلط بصورة فجائية معنا كده ان نشاط الانزيم هينزل معايا مرة واحدة طبعا الاختيار الصحه هو رقم مين الرقم جيم زي ما احنا شايفين عندي هنا وصلنا هنا للدرجة مين للدرجة المسلة تمام اللي هو بيشتغل عندها الانزيم انطرف الحرارة مرة واحدة وصلت لكامل ستين ايه اللي يحصل نشاط الانزيم هيبدأ ينزل معايا مرة واحدة فوجاء ايا هو كمان الى ان يصل الى السفر يبقى الصحه بالنسبة لنا رقم مين رقم جيم إنما طبعا RAM 1000 زي ما إحنا شايفين هنا الدرجة المسطلة وهنا ثبت معي مين اللي هو النشاط من الانزيم إحنا عارفين طبعا الانزيم اللي أنا رفعته عن درجة 50 درجة أو 55 درجة بيبدأ هنا التركيب الطبيعي بتاعه هيختلف وبالتالي هنا يتوقف عليه على النشاط بتاعه ولا يعود لعمله إيه مرة تانية طبعا هنا ثبت معي طبعا الكلام دا غلط هنا زي ما إحنا شايفين هنا الانزيم هنا بدأ يقل لي تدريجيا وبعد كده ثبت معي طبعا برضا كالكلام ده غلط ومفروض ينزل معي ايه فجائية مرة واحدة لان هنا رفعته ايه بصورة ايه فجائية قام احد الباحثين بنزع احد مكونات خلية حيوانية اثناء احدى تجاربه فادى ذلك الى توقف جميع العملية الحيوية كل العملية الحيوية داخل الخلية توقفت بها بعد مرور عدة ساعات ماذا تتوقع ان يكون هذا المكون اول حاجة عندي النواة ايه رأيكم تماشي معنا ايو تماشي معنا طبعا دي اللي جابها صح احنا عارفين النواة بتحتوي داخلها على اللي هي الدين ايه والدين ايه ازا ما احنا عارفين بيحمل مين اللي هي المعلمات الورصية وبيحمل عليها الجينات وده كان المهمة بتاعته ايه اللي هو ضبط شكل الخلية والبنية بتاعتها وبيزبط وبينظم انشطة الحيوية المين اللي هي ايه الخلية اللي هي الحيوانية اللي هو بيكلمنا عليها وبالتالي هنا ادى المين لما شلت اللي هي النواة قدى إلى توقف مين جميع العملات مين الحيوية بالإضافة كمان أن بين مين اللي هي الصفات الوراثية من جيل إلى آخر عبر عملات مين التقاصر رقم بي اللي هي الشبكة اللي أنه بلازمية طبعا دي مهمتها دي بيكون نظام نقل إيه داخلي بيفيد في نقل مين المواد داخل اللي هي الخلية وكمان نقل المواد بين النوايا والسيتو بلازمية يعني ما لاش علاقة رقم جيم اللي سيسوم أو بسمها اللي هي الحوصلات اللي هي الخلايا والعضيات المسنة ومتالكة تمام من الخلايا والعضيات المسنة المتالكة والحاجة التانية كمان بتهضم مين اللي هي المواد الغذائية اللي بيتم بتلحها عن طريق اللي هي الخلية عشان تحولها لأيه إلى مواد بسيطة الخلية تقدر تسفيد بيها رقم ده الجهاز جورجي طبعا ده هو وظيفة إيه اللي هو إفرازية وبتقال بردك إيه مالوش علاقة يبقى الصحة كده رقم ألف أي مما يلي يقصر وجوده في خلايا الغضة الضركية لإنتاج هرمون السيروكسين لإنتاج إيه هرمون السيروكسين طب هرمون السيروكسين ده عبارة عن إيه عبارة عن مادة بروتينية طب مين اللي بينتج البروتين فيه الخلايا اللي هي مين رايبوسومات اللي هي موجود على مين على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة نبص كده على اختيرات فبول رقم ألف النويات طب لو احنا فاكرين ان داخل اللي هي النواة موجود حاجة اسمها النوية وقلنا ان فيه بعض اللي هي الخلايا اللي بيكون فيها بتحتوى على ايه على اقصر من النوية جوة مين جوة اللي هي الخلايا طب ليه عشان الخلايا دي تنبي كلها وظيفة ايه وظيفة افرازية افراز مين اللي هي المودعية البروتينية زي اللي هي الانزيمات او الهرمونات وبالتالي النويات صح دي اول حاجة الحاجة التانية اللي هي مين اكسام جولجي اكسام ايه اكسام جولجي طب احنا عارفين اكسام جولجي اذا ما احنا عارفين ديت بيكون لها مهمة في تكوين مين اللي هي افرزات ايه الخلية وبتبدأ تستقبل اللي هي المواد اللي هي بتفرزها اللي هي الشبكة الانبلازمية عبر مجموعة منين من اللي هي الحويصلات اللي هي الناقلة وتبدأ تصنفها تدخل عليها لها بعض التعديلات تبدأ توزحها لمن على الخلية او تعبيها داخل حويصلات بسمية الليسوسوماتة علشان تروح لغشاء الخلية علشان يتم ترضاه خارج الخلية كمنتجات ايه افرزية وبالتالي ده كمان صح يبقى الاتنين دول بالنسبة لنا صح كده يبقى دي الإجابة الصح طب تعالوا نبص على البقين كده رقم بيه احماض دهنية طب الاحماض الدهنية مالي ومالي اللي انا بتكلم عليه انا بتكلم هنا على هيرمون السيركسين هيرمون السيركسين عبارة عن مادة ايه بروتينية وبالتالي ده بالنسبة لنا غالط ما ينفحش معنا الشبكة الاندبلازمية الخشنة ديت صح علشان ديت نوعه موجودة عليها مين اللي هي الريبوسومات وطبعا المهم بتاعتها دي زي ما احنا عارفين ديت نوعه اللي هي تخلق مين اللي هي البروتين وبتدخل عليه دي بعض اللي هي التعديلات وكمان بتصنع مين اللي هي الاخشية جديدة في الخلية بس اصبحت العبارة بالنسبة لنا غلط عشان مين الاحماض الدهنية رقم جيم النيوكلو تي ديت النيوكلو تي ده طبعا ديت وحدة بناء مين وحدة بناء اللي هي الاحماض مين اللي هي النووية يعني مالهاش علاقة الريبوسومات صح علشان ديت مركز تصنيع مين اللي هي البروتين اصبحت العبارة بالنسبة لنا غلط رقم ديل احماض امينية طبعا ديت نوعه اللي هي واحدة بناء مين اللي هي البروتين طبعا ديت صح وشبكة الاندبلازمية ناعمة ناعمة اللي هي ملسائي يعني طب الملساكة مهمتها ايه والله المهمة بتاعتها الرئيسية كانت تخليق اللي هي بيدات في الخلية واحنا هنا مش محتاج اللي بيدات وبالتالي اصبحت العبارة غلط طبعا قد تخليق اللي هي اللي بيدات وبتحول اللي هو سكر الكوليكوز الى الجليكوجين وبتعدل سمية مين اللي هي بعضها مواد كيميائية علشان تقالل السمية بتاعتها يبس صحها كده اللي هو رقم مين رقم الف تظهر الاشكال التالية اختبارين تم اجراءهما على المحلول اكس محلول اكس قدامها وده المحلول اكس فهنا بقول لأي مما يلي يمثل المواد العضوية التي يتم الكشف عنها في هذا المحلول تعالوا نبص على اول اختبار كده اللي هو الاختبار رقم واحد هنا عندنا محلول اسم اكس اللون متاعزه ما احنا شايفين تمام هيبدأ هنا ضيفنا عليه مين كاشف مين كاشف بين ديكت وبدأ انا هنا نسخنه فيه اللي هو محلول مائي هنا بدأ يتحول الى اللون مين الى اللون البرتقالي معنى كده اللي هو ده ما ده عبارة عن مين كاشف بين ديكت انا بستخدمه في الكاشف عن مين عن السكرات اللي هي الاحدية وبيتحول اللون بتعم للون الأزرق إلى اللون مين البرتقال الكلام ده إمتى لما يكون موجود عندنا سكريات أحدية يبقى عند الاختبار رقم واحد ده لازم يبدأ بإيه بالكولوكوز اللي هي سكريات أحدية ده أول حاجة عندنا نشوف الاختبار الثاني كده عند هنا زي ما احنا شايفين اللي هو المحلول الثاني اللي هو محلول إكس بردق ضفنا عليه اللي هو كشف اللي هو البيورايت هنا تحول لونه من اللون الأزرق إلى اللون البنفسي معنى كده أنا بتكلم على مين بتكلم على اللي هو البروتين يبقى اللي هو المادة اللي هي التانية أو المحلول الثاني ده عبارة عن إيه عبارة عن بروتين أعرفنا منين عشان نضيفنا عليه مين كشف البيورايت وقلنا ده باستخدامه في الكشف عن مين عن البروتينات وبيضاير اللون بتاعه لو فيه بروتين هيتحول من اللون الأزرق إلى اللون إيه البنفسيجي يبقى لازم يبدأ بالترتيب كولوكوز وبروتين فبقول اللي هنا بروتين أول واحدة احنا قلناه كولوكوز والتاني قلنا اسمه ايه اللي هو بروتين فأزبح الاتنين بالنسبة لنا كده غلط كولوكوز صح بروتين صح بل إجابة رقم مين رقم به سكروز اللي هو سكريات لا السكروز طبعا ده سكر إيه اللي هو سنائي احنا بنكشفين عن مين عن السكرات الوحادية طبعا ده غلط الدهون برضا غلط عشان الدهون بستخدم في الكشف عنه اللي هو مين اللي هو كاشف سودان فور اللي احنا فاكرين كان بيتغير اللونها الى اللون ايه الاحمر النشا طبعا دي سكرات معقدة غلط بالنسبة لنا كلوكوز اللوات تاني طبعا ده مفروض بروتين فاصبح الاتنين غلطة بس صحة كده رقم به ماذا تحتوي العضيات زد واي وإكس هنبدأ بقى اول حاجة اللي هو مين اللي هو الإكس نبص كده على إكس اللي قدامنا إكس ازا ما احنا شايفين كده دي عبارة طبعا عبارة خلية نباتية تمام ده الجدار الخلوي وعند دي اللي هي النواة ودي عبارة ايه فاجوة مهم مناخد حاجة حاجة كده فعند هنا الإكس اللي اول كده دي عبارة ايه عبارة عن نواة يبقى الإكس دي عبارة عن نواة النواة اللي وإحنا فاكرين كانت بتتكون من أربع حاجات أول حاجة اللي هو من بره كده اللي هو بسميه الغشاء مين اللي هو النواة وده كان غشاء مزدوج ξهف قريبًا قريبًا فجل تبدأ الحزب إياه يحصل عملية انقسام للخلية كان بتبدأ تظهر عندي مين اللي هي الكوروموسومات والكوروموسومات او قدت بسميها ليه مين اللي هي الصبغيات اللي هي كان عندي اللي هو كوروموسوم كان بيتكون من اتنين كوروماتيد لو احنا فاكرين كان بيتصل مع بعض عن طريق مين نقطة ايه السنترومير طيب فبقول لي هنا الاكس هنا بتحتوى على مية ولا ايونات معدنية ولا مية ولا دين ني طبعا نختار مين هنختار ليه اخر حاجة عندي يبا كده الاجابة على طول رقم مين رقم دال طب الدين ني صح ايه اللي دخل الارن ايه ما احنا عارفين الارن ايه بينسخ من الدين ايه ثم يخرج عبر مين عبر اللي هو الغشاء اللي هو ايه النووي يروح لمين للسيتوبلازم الى ريبوسومات علشان يكون بينتاج مين البروتين خلي بنا تمام وبالتالي هنا النواء هيكون في البداية فيها ايه اللي هي الارن ايه عندنا طبع اللي هو الدين ايه جي منين اصلا احنا تفنى دلوقتي عندنا شبكة اللي هي كروماتينية تمام وقالنا دي بتتكون ايه اللي هي من كروموسومات وكروموسوم عبارة عن اتنين اللي هو كروماتيد متصلين مع بعض عند نقطة اللي هي السنترومير كل كروموسوم كان بيتكون من الدين ايه بيلتف حوالين اللي هي بروتينات بسمها بروتينات هستونية والدين ايه كان بيحمل عليه اللي هو مين اللي هو الجينات نفتكر مع بعض بيحمل مين الجينات يبدأ الاختيار مين اللي هو الاكس. ناخد الحاجة التانية اللي هي مين? اللي هي الواي. هنا كاتب لي ايه? كاتب لي النشا. الواي ده ميشور هنا على ايه? على اللي هي بلاستيدة خاضرة. هي بدي عبارة عن مين? عبارة عن بلاستيدة. احنا عارفين طبعا البلاستيدة اللي هي المهمة الرئاسية بتاعتها. المهمة الرئاسية بتاعتها اللي هي البلاستيدات اللي هي الكامة مين? بيعملية مين? البناء ايه? الضوئي. وتحويل اللي هي الطاقة ضغوية لطاقة ايه? كميائية. وكمان منظن المهام بتاعتها اللي هي تاخذين مين? تاخذين اللي هو النشأ اللي هو بالاستدات ايه? بيضاء. وبالتالي ده صح بالنسبة لنا. هنا الزد هنا تكاتب لايه? ايونات معدنية. ايه الزد ده اصلا? الزد والله اللي قدامي دي عبارة مين? عبارة عن فجوة. خلي بالنا هنا قال لي ايه? قال لي طبعا اللي قدامي دي عبارة عن ايه? عبارة عن خلاية. وده يتفقى ايه? فيها فجوة والفجوة طبعا بيكون موجودة فين في الخلايا النباتية او في الخلايا عموما لها مهمتين او الحاجة اللي هي تخزين اللي هي الفضلات اللي حين التخلص منها والحاجة التانية كمان بتعتبر ايه اللي هي مكان لتخزين اللي هي الميا والمواد مين الغذائية زي مين زي الايونات ايه المعدنية يبقى الصحة كده بالنسبة لنا رقم مين رقم ده الشكل بين المقابل يوضح العلاقة بين نشاط انزيم معين وتركيزه في الوسط عند زيادة تركيز مادة التفاعل من المتوقع ان يكون اعلى نشاط لهذا الانزيم عند التركيز رقم كام 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 نبص كده على الرسم الاول هنا تركيز الانزيم وعند هنا نشاط مين نشاط الانزيم طب هل تركيز الانزيم بيؤثر على نشاط الانزيم ايو بيؤثر احنا لو فاكرين كان عندنا فيه عامل بتؤثر على صورة عمل مين الانزيم اول حاجة كان درجة الحرارة الحاجة التانية اللي هو البي اتش الحاجة التالتة اللي هو التركيز اللي هو المادة الهدف والحاجة الرابعة اللي هي وجود المصبطات والحاجة الخامسة اللي هي تهمنا بقى مين تركيز مين تركيز الانزيم كل ما يزداد معايا تركيز الانزيم كل ما يزداد معايا مين نشاط مين نشاط الانزيم فازا ما احنا شايفين كده كل ما هنا عمال يزداد معايا اللي هو تركيز الانزيم عمال يزيد معايا مين نشاط ايه الانزيم لحد ما نصل الى ايه مرحلة من السبات عند اللي هي النقطة دي تقريبا اه اللي هي كام اللي هي 2 من 10 هنا وصل المرحلة ايه من السبات طب سبات يعني ايه يعني معنى كده ان كل جزائيات مادة التفاعل هنا بدأ ترتبط مع مين ترتبط مع الانزيمات احنا عارفين طبعا اللي هو الانزيم زي الافل والمفتاح فارتبط هنا اللي هو الانزيم مع م覓ت ايه التفاعل عند التركيز اللي هو كام قدامي اللي هو 2 من 10 طيب لو احنا دلوقتي ضفنا مادة تانية مادة تفاعل ثانية إيه اللي يحصل؟ هيبدأ هنا نشاط الأنزيمي يبدأ الجدد ثاني هيبدأ يتجدد إيه مرة تانية ويبدأ يزداد معانا مرة تانية لحد ما نمشي كده لحد نهاية أخر رقم قدامي اللي هو كام قدامي اللي هي كام 4 من 10 وبالتالي هنا نختار كام؟ هنختار اللي هي 4 من 10 عشان هنا عاوز إيه؟ أعلى نشاط لهذا إيه؟ لهذا الأنزيم محدش يقول لتنين من 10 2 من 10 ده لما حصل استهلاك لكل مادة مين اللي هو مادة التفاعل تمام؟ لما بدأنا هنا لما بدأنا هنا نضيف هنا مادة التفاعل مرة تانية هيبدأ يزداد معنا مين نشاط إيه الانزيم لحد ما يصل إلى كام إلى 4 من 10 وبالتالي نختار مين اللي هي رقم ده الـ 4 من 10 من الجدول التالي أي الاختيارات صحيح عن الخلايا والوظيفة التي تقوم بها فأول هنا وظيفة زي ما احنا شايفين اللي هي التخزين طيب يطار خلايا الدم الحمرة مهمتها التخزين طبعا لا ده ديها مهمتها النقل نقل إيه؟ نقل اللي هو الكولوكوز واللي هو الأكسوجين وسنوكسيد الكربون وبالتالي كده الاختيار الرقم عليه بالنسبة لنا غلط رقم به اللي هي بول الخلايا البرانشمية اللي هي مهمتها اللي هي عملية التخزين طبعا ديها صح يبقى كده الاختيار رقم به معنا بول خلايا الخشب خلايا الخشب طبع ما مهمتها اللي هي النقل اللي هي المية والأملاح وكمان عملية اللي هي التدعيم فكده الاختيار رقم جيم بالنسبة لنا غلط رقم ده الخلايا برانشمية برضك صح بالنسبة لنا احنا عارفين طبعا اللي هي الخلايا البرانشمية دي عبارة عن خلايا ركيقة بتستخدم طبعا فين في عملية مين عملية اللي هي التخزين يبقى هنا مهمتها اللي هي عملية مين التخزين زي اللي هي البطاطس كده تمام طيب الحاجة الثانية يقول للتوصيل والتدعيم بخلايا اللي هي الخشب ولا خلايا اسكلارانشمية احنا عاوزين توصيل وتدعيم يبقى طبعا الصحي مين اللي هي خلايا الخشب احنا عارفين طبعا اللي هو الخشب الخشب ده زي ما احنا عارفين المهمته الاساسية اللي هي توصيل المية والاملاح وكمان تدعيم مين تدعيم النبات فاذا ده صحي من نسبنا يبقى كده ده من نسبنا غلط الاسكلارانشمية مهمتها تدعيم فقط هنا مهمتها ليس توصيل يبقى كده الاختئار ده كمان بالنسبة لنا غلط آخر حاجة عندي اللي هو نقل الاكسوجين اللي هي خلايا الدم الحمرة طبعا ديها برضا صحي بالنسبة لنا يبقى كده الاختئار رقم مين رقم به علشان خلايا الدم الحمرة اللي هي خلايا مقعرة طبعا دي بيكون عمرها قصير حوالي 4 شهور فقط تمام والسنة الجاة ان شاء الله ناخد الكلام ده بتفصيل المهمة الرئاسية بتاعتها اللي هي توصيل اللي هي الكولوكوز إلى جميع خلايا الجسم وكمان توصيل اللي هو الاكسوجين ونقله إلى كل خلايا من خلايا الجسم وكمان نقل اللي هو مين سنقصيد الكربون من الخلايا علشان الجسم يتخلص ايه؟ يتخلص منه أجيب عميالي أعلل تزداد أعداد خلايا الدم البيضاء عند إصابة الإنسان بفيروس ألين الفونزة احنا عارفين خلايا الدم البيضاء عدادها فيه اللي هو الإنسان حوالي سبعة تلاف لكل ملي متر مكعب إيه اللي بيحصل؟ طبعا الخلايا دي بتزداد عند إيه؟ عند الإصابة فأقول له كده الإجابة يزداد أعدادها عند الإصابة لأنها تقوم بمحاربة الأجسام الغريبة والميكروبات عن طريق الأجسام المضادة والخلايا البلعمية والليسسومات التي تحتوي على إنزيمات الليسسومية ما التركيبة التي تفصل بين مكونات الخلايا الحية والبيئة المحيطة بها؟ والله إحنا خدنا نوع من الخلايا أول نوع من الخلايا اتكلمنا عليه رقم واحد خلايا نباتية النوع الثاني من الخلايا خدناه اللي هي خلايا حيوانية الخلايا الشعباتية وأحن مفادي لها وحنا فاكرين كان اللي بيفصل بينها بين الخلايا وبين البيئة اللي هي حوالها من برها اللي هو من؟ الجدار الخلوي الجدار خلوي أما بالنسبة لخلايا الحيوانية كان ما بيفصل بين الخلايا وبين البلس Sow البلازمي كم عدد مجموعة الكاربوكسيل الحرة في سلسلة عديد بيبطايد تتكون من ارتباط 15 حمد اميني يعني عندنا 15 حمد ايه 15 حمد اميني مرتبطين مع بعض هو طالب مني هنا كم ايه كم مجموعة مين كاربوكسيل ايه حرة اطار كم طبعا دي عبارة ايه عبارة مجموعة واحدة بس اقول له مجموعة واحدة فقط طب ازاي الكلام ده طبعا نفسر مع بعض احنا فاكرين طبعا اللي هو تركيب اللي هو الحمد الاميني اي بورتين عندنا بيكلمنا على ايه سلسلة عديد بيبطايد السلسلة دي عبارة ايه عبارة عن مجموعة من الاحماد الامينية الحمد الاميني كان عبارة عن زر كربون بيرتبط به اربع حاجات زره هيدروجين مجموعة القيل وعندي مجموعة كاربوكسيل وعندي مجموعة مين اللي هي مجموعة امين ده حمد اميني عند حمد اميني تاني بردك عبارة عن زر الكربون وعندي هنا اللي هو الهيدروجين وعندنا اللي هي مجموعة القيل وعندي اللي هو سي أو أو اتش تمام وعندنا اللي هو مين اللي هو إن إتش تو المفروض اللي حمد ده يرتبط مع الحمد ده عن طريق ربطة بسمية رابطة بابتدية طب الربطة الابتدية دي عشان كانت تكون كان لازم هنا يتم نزع اللي هو او اتش من اللي هو احد الاحماض الامينية من مجموعة مين من مجموعة اللي هي القربوكسيل يبقى عندي هنا هيخرج من او اتش من اللي هي احد الاحماض الامينية وعند الحمض الامين التاني هيطلع منه مين زرة ايه زرة هيدروجين وهنا يتم كده تكوين مين جزيء مين جزيء مية عشان تتكون ايه الرابطة البابتدية اللي هي قدامي يبقى عندي ده ده الحمض الامينة رقم واحد الحمدة الأمينة رقم 2 الحمدة الأمينة رقم 2 الحمدة الأمينة رقم 2 يتم نزع مجموعة Oh خرج جزء مية كل ده مهم فقال بيسألني مجموعة كربوكسال الحرة دي مجموعة كاربوكسية الحرة اللي هو بيسألنا عليها طب دلوقتي هو قال لي كام قال لي خمستاشر هنفترض ده الأول هنا ده رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لحد كام رقم خمستاشر يبقى اللي قدام ده من واحد لحد كام خمستاشر ايا كان العدد اللي هو بيقول عليه اللي يهمنا هنا بقى الحمد الأمين رقم واحد في الطرف عنده هنا مين اللي قدامه هنا عندي هنا مرتبط بي اللي هي سي أو أو اتش وعندي هنا في الطرف التاني هنا مرتبط مع مين اللي هي مجموعة مين ان اتش تو مجموعة الأمين يبقى هنا لما يقول لي هنا كان مجموعة حرة كان مجموعة حرة يعني غير مرتبطة يعني هنا ما كونتش ربطة بيبتي دية والله ما عنديش اللي مجموعة واحدة منين من الكاربوكسيل وما عنديش اللي مجموعة واحدة منين من مجموعة مين اللي هي ايه الأمين فعشان كده قلنا ايه مجموعة ايه واحدة فقط تحاط كل من النواة والميتوكنديريا بغشاء مزدوج ولكن لكل منهما طبيعتها التي تساعد في اداء وظائف حيوية للخلية فسر ذلك بيكلمنا على حاجة النواة وميتوكنديريا طب تعالى ناخد اول حاجة كده عندنا اللي هو مين اللي هو النواة النواة اللي احنا فاكرين هادي النواة حواليها اللي هو غشاء مين غشاء مزدوج الغشاء مزدوج ده كان بيحتوي على سقوب كان من خلال السقوب ده كان بتسمح للمواد بالمرور من النواة الى السيتوبلازم والعكس بالاضافة كمان لمرور مين اللي هو الار ان ايه بعد ما بيتنسخ من ايه من اللي هو دي ان ايه علشان يخرج من خلال اللي هي السقوب دي اتناه علشان يروح للرأي بصومات علشان يقوم بانتاج مين البروتين دي اول حاجة عندنا بالنسبة للنواة الحاجة التانية عندنا بيكلمنا على مين على الميتوكنديريا يبقى الحاجة التانية الميتوكنديريا الميتوكنديريا كان حواليها برضا غشاء مزدوج غشاء مزدوج الغشاء ده كان الخارجي منه مسطح الخارجي مسطح والداخلي كان بيحتوي على ايه يحتوي على ثانيات اللي انا كنت بسمها ايه اعرف والاعرف دي اناه كانت المهمة الرئاسية بتاعتها ايه تزيد من مساحة سطح مين التفاعل اللي بتبعا بيتم عن طريق الهو مين انتاج اللي هي الطاقة اللي هي الاتبي ملع ضياطة التي تشترك في انتاج بروتين الانسولين داخل جسم الانسان طبعا بتبدأ باول حاجة عندنا مين اللي هي الريبوسومات والريبوسومات دي لو احنا فاكريين كانت مكانة فين كانت موجودة على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة الشبكة الاندوبلازمية اللي هي الخشنة كاتلها ، ثلاث مهام اول حاجة اللي هي تخلق مين اللي هي البروتين اللي بحنا نحن نكتершة نمالي repeated الحاجة التانية كاتل ان ادخال اللي هي التعديلات على البروتين تمام اه الحاجة التالتك بتصنع مين اللي هي الي مش ايه الاخشيات الجديدة بعد كده بتبدأ انها تتنقل عن طريق مين حويصلات حويصلات اللي هي بسمها حوصلات ناوكلة هتبدأ تروح لمين الى جسم جولجي كانت الحويصالات اللي هي النوكلة بتتنقل مين الى جسم جولجي كان جسم جولجي ده يبدأ يستقبل اللي هي الجزئات اللي هي المواد ديت اللي بتفرزها اللي هي الشبكة مين اللي هي الاندوكليزمية اللي هي الخشنة عبر مجموعة منين من اللي هي الحويصالات اللي هي النوكلة ويبدأ يصنفها ويبدأ يدخل على اللي هي بعض اللي هي التعديلات وبعد كده نحو يبدأ يوزحها في اللي هي الخلية او يعبيها داخل حويصالات افرازية اسمها ايه? حوصلات. افرازية. اللي احنا بنسمها ايه? ليسو سومات. الليسو سومات بعد كده ديت انهو بتبدأ هنا تتجه الى ايه? الى اللي هو غشاء الخلية علشان يتم ترضاها خارج مين? خارج الخلية. على ايه منتجات مين? اللي هي افرازية. علشان تروح في النهاية الى ايه? الى الخلية المستهدفة. تحدث عمليات التمثيل الغذائي في خلايا الجهاز الهضمي فقط. ما مادة صحة العبارة مع التفسير? طبعا العبارة دي غلط. هقول له عبارة خاطئة. عبارة خاطئة. طب خاطئة ليه? هقول له عشان عملية اللي هي الايد او بسماء اللي هي عملية اللي هي تمثيل الغذائي تحدث عملية الايد داخل خلايا الكائن الحي. عندنا عملية اللي هي تمثيل الغذائي اللي احنا فاكرين كان بتشمل حاجتين. عملية التمثيل الغذائي. كانت بتشمل حاجتين. اول حاجة رقم واحد. عملية كنت بسميها عملية الهدم. الحاجة التانية كانت عملية البناء. عملية البناء. عملية الهدم دي اتنا. قدت بحصل من على مين? على اللي هو الاتبي. ادينوزين سلاسي الفوسفات. دي اسمها عملية ايه? عملية الهدم وقد تم داخل مين? الميتوكنديريا. العملية التانية اسمها عملية مين? عملية اللي هي البناء. زي مثلا اللي هي بناء مين? بناء البروتين. يبقى هنا عملية اللي هي تمثيل الغذائي بتشمل حاجتين. عملية هدم وعملية مين? وعملية بناء. وطبعا العملية ديت انا ما بتحصلش فين في اللي هو الجهاز الهضم. لا ده بتحصل في ايه? في جميع خلامين الكائن ايه? الحقيقة. ماذا يحدث عند غياب الطابقة الشمعية التي تغطي اوراق نبات الصبار? طيب ايه اللي هيحصل? اقول له يزداد. فقد. النبات. للماء اثناء عملية النتح. يزداد فقد النبات للماء اثناء عملية ايه? النتح. عند فقد طبقة الكيوتين. لانها عبارة عن طبقة شمعية. ياربكم فهمنا? ما تنسناش من صالح دعوكم. كان معكم مصر ترى والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.